طيب السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأفراض للطاربات الفضليات ضمن مساق إدارة الأزمات الصحية واستكمالا لما قد بدأنا به نتحدث اليوم في هذا اللقاء بإذن الله عن الفصل الثاني عن أسباب الأزمة أنواع تطور حدوطها وفوائدها فهناك مجموعة من المسببات وقد تجتمع أو قد ينفرد بعضها في حدوث الموقف الأزموي ولكنها لا تحدث مجزأة وليست وليدة اللحظة أي أنها عبارة عن تراكمات سابقة في عدة مشكلات في عدة أمور لم يتم حلها وصلت إلى طريق المزدود أو أدت إلى حدوث الأزمة في المؤسسة أول سبب من الأسباب المعلومات الخاطئة أو المعلومات الناقصة أي معلومة مبتورة أو غير متاحة أو قاصرة أو لا يجمع الجميع على فهمها بالوجه الصحيح كما أخذتموه في مساقات ثانية في نظم المعلومات في خصائص المعلومة قد يؤدي إلى فهم منقوص أو فهم خاطئ هذا الفهم بدوره يعتبر مشكلة أو هذا الفهم الخاطئ أو المنقوص يعتبر مشكلة قد يؤدي إلى وجود سوء تأويل أو قراءة للموقف على حقيقة السبب الثاني سوء التقدير والتقييم في التعامل مع ما يصل من معلومات قد تكون المعلومة دقيقة وواضحة وصحيحة ولكن هناك جانب عاطفي هناك عدم المقدر على قراءة صحيحة لتقدير الموقف اللي موجود قد تكون أنه إحنا يعني في ثقة بالنفس زيادة عن اللزوم أنه إحنا ما فيش حدا ممكن يواجهنا ما فيش عندنا مشكلات القدرات اللي موجودة عندنا إمكانياتنا منافسة المؤسسة للمؤسسات الأخرى أنه إحنا يعني صعب أنه تحدث عندنا مشكلة أو أزمات وهذا يعتبر من سوء التقدير أو الثقة الزائدة أخينا أقول التعامل بالجانب العاطفي بعيدا عن الجانب المهني والعقلاني في التعامل مع الواقع الموجود سبب الثالث هو سوء الإدراك ويمثل طبعا اللي هو الإدراك مرحلة استيعاب المعلومات والتقدير والحكم عليها بما يتلاءم مع ما يرد من معلومة فإن كان طبعا مهني كان عقلاني مش حيكون فيها نوع من تدخل الأهواء أو الميول الشخصية والمقصود طبعا هنا في سوء الإدراك فيما يتعلق بالميول الشخصية أنه هذا الشخص أو هذا المسؤول أو من تلقى المعلومة يكيفها وفق هواه الشخصي بعيدا عن الجانب الإداري والمهني والعقلاني في الحكم على الأمر يمكن سوء التقدير في بعض بلدان لموضوع فيروس كورونا أدى إلى وجود انتشار الجائحة بشكل كبير زي أمريكا طبعا في انتشار الفيروس بسبب عدم تقديرها بشكل سريع واليوم صارت نحكي على أنه أعلى دولة بتسجل حالات على مستوى العالم التقدير كان موقف تقديري أو كان تقدير إيجابي للموقف في حال فلسطين هنا اتخذت القوياة الفلسطينية قرار بإعلان حالة الطوارئ بشكل سريع على كافة محافظات الوطن والتزم في الجميع بما يحقق المصلحة فكنا إحنا أفضل من كثير من الدول في التعامل مع هاي الجائحة أو معدلات الانتشار والحالات اللي هي تبعت يعني كحالات سجلات وحالات حرجة وحالات وفيات وكذا وهذا طبعا يعني كان تقدير طبعا بداية هو توفيق من الله وتقدير صحيح للواقع الموجود السبب الرابع هو الإشاعات وطبعا الإشاعات كما هو معلوم عبارة عن يعني معلومات غير دقيقة وغير صحيحة وغير واقعية تطلق في مكان معين وقد تكون هي السبب الأساسي والوحيد وتعتبر مصدر رئيسي ومصدر مهم من مصادر حدوث الأزمات وهذا طبعا يعني يتعارب مع المنهج النبوي التربوي كفى بالمرأة إثما أن يحدثه بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن سمعنا في قبل فترة في موضوع عدم الاعتراف بتخصصات من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتخصصات الكلية الجامعين علومات في الوجهة وهذا طبعا بدوره بدوره أشكل أزمة وأثر على أعداد الطلاب والطالبات المسجلين طيب البند الخامس ألا هو الضغوط والضغوط طبعا قد تكون داخلية أو قد تكون خارجية مثلا زي مطالب الموظفين إضراب عصيان مدني هاي كلها تعتبر من الضغوط على النظام الحاكم اللي موجود يمكن بنذكر يعني البعض منكم في 2007 لما صار اللي هو موضوع الاستنكاف عن أماكن العمل والموظفين وكذا هذا بحد ذاته قديش شكل أزمة على كافة القطاعات الخدماتية في قطاع غزة بسبب طبعا هذا الضغوط من الموظفين وعدم تواجدهم في أماكن العمل ضعف المهارات القيادية السبب السادس من أسباب حدوث الأزمات كما هو معلوم أنه القيادة زي ما هي علم هي فن وهي موهبة في كافية التعامل مع الموظفين مع المرؤوسين مع الناس اللي موجودين بعيدا عن السليب السليب فيها منوع من التهديد أو الوعيد أو العنف هذا بحد ذاته طبعا سيولد نوع من بعف الولاء والانتماء للمؤسسة طيب السبب السابع الجمود والتكرار يعني طبعا الجمود والتعامل بنمطية محددة لذا الأسطوب اللي هو الإداري قد يؤدي إلى نوع من الرتابة نوع من الملل في مجال العمل وهذا بحد ذاته بيئة غير محفزة فيش فيها نوع من التطوير نوع من الارتقاء نوع من الابتكار نوع من التجدد هذا بحد ذاته طبعا سيؤدي إلى الملل من المؤسسة نفسه وطبيعة العمل لو وجد البديل مباشرة ستترك هاي المؤسسة نفسها قد تؤدي إلى طبعا نوع من الأزمة خصوصا إذا بتحدث على كفاءات معينة ممكن يكونوا في هذا المكان ويتركوا أو يتركوا المكان يتوجهوا لمكان ثاني بالسبب الثامن الأخطاء البشرية طبعا الأخطاء البشرية هاي تعتبر من أهم أسباب نشو الأزمات وفيها ممكن نحكي على منظومة إدارة الموارد البشرية منظومة مهترئة لا تؤدي ما عليها بالشكل الصحيح طبعا استقطاب كفاءة استقطاب عاملين غير كفو بيئة غير محفزة هتأدي إلى قلة الدافعية هتضعف الانتماء للمؤسسة فيش فيها دور رقابي وإشرافي ومتابعة للموظفين فيها إهمال لجانب اللي هو التعليم المستمر والتدريب في بيئة العمل هذا بحد ذات تعتبر من ضمن الأخطاء البشرية التي قد تضعف المؤسسة وتؤدي بها إلى وجود المشاكل وصولا إلى الأزمات السبب التاسع تعارض أو غياب الأهداف وهذه من الشغلات الكثيرة في مؤسسات خصوصا نبدأ فيها جانب سياسي قد تكون الإدارة ضمن توجه معين والمرؤوسين ضمن توجه ثاني طبعا ستعارض معهم الأهداف هذا طبعا لما نجي نحكي على جانب يعني خليني أتجرأ وأقول جانب غير أخلاقي في التعامل مع المؤسسة الأصل أن تحيد أمور كثيرة من أجل خدمة المجتمع والله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهنا طبعا إشارة إلى التعارض في المصالح والأهداف ما بين أعضاء المؤسسات نفسها أو العاملين من أكثر الأمثلة يعني المناكفات السياسية الموجودة عشان هيك ضاعة القضية وضاعة الهوية وضاع الوطن والله لا يش يضيع كمان السبب العاشر الأزمات المخططة رغبة في الابتزاز وطبعا هذه لها علاقة بالقوة المنافسة لإدارة المؤسسة أو للنظام الحاكم بشكل عام في البلد أي إن كان طبعا المكان في الحالات هاي طبعا يتم تتبع اللي هي الثغرات اللي موجودة لدى القيادة أو الإدارة وإبرازها وصنع الأزمات ومن بعد ذلك طبعا إذا نجحت القوة المنافسة تبدأ بجني اللي هو المكاسب بعد المطالبات وعلى طبعا متخذ القرار أن ينصع إلى تلك المطالب السبب الحادي عشر عدم وجود أنظمة حوافز ناجحة وعدم وجود هاي الأنظمة طبعا سيؤدي إلى أزمات سلوكية وأزمات نفسية يعني التعبان والمشتعبان واحد وهذا بدوره سيؤثر على العلاقة ما بين الفرد نفسه والمؤسسة نفسه سيؤدي إلى ضعف الولاء والانتماء سيوصل إلى حالة تسمى بالبيرن اوت سندروم ظاهرة احتراق وظيفة لدى الموظفين السبب الأخير استعراض القوة أو ما يسمى بممارسة القوة وهنا يبتم فيها استغلال طبعا أو ضع التفوق عند طرف على حساب الضعف لدى طرف آخر طيب أنواع الأزمات في عندنا عدة تصنيفات لهذه الأنواع أو عدة معايير من حيث طبيعة الحدث من حيث المضمون من ناحية جغرافية الأزمة حجمها مدىها الزمني وطبيعة الأطراف المشتركة في حدوث الأزمة نبدأ في أول شيء من حيث طبيعة الحدوث المقصود هنا بأنها من فعل البشر والأزمة من صنع البشر تحدث نتيجة عدم تصرف المنظمة أو المؤسسة بالشكل السليم والصحيح مشاكل إدارية مشاكل فنية عدم اتباع سليب معيارية في التعامل السبب الثاني من صنع البشر أزمات ناتجة عن اتجاهات عامة في البيئة الخارجية زي القيود مثلا الخارجية على الأموال وقدش ممكن تكون لها شأن سلبي في استمرارية عمل المؤسسات وأثرت بدورها على الوضع المالي الموجود في القطاع بشكل عام البند الثاني في من طبيعة الحدوث أزمات طبيعية وهي الأزمات أنه ليس للإنسان أي شأن في حدوثها زي الفيضانات والزلازل والبراكين وما إلى ذلك طب التصنيف الثاني حسب نوع ومضمون الأزمة ممكن تكون طبعا نوعها مجال صحي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أي كان من هاي الأزمات وطبعا كل واحدة من هاي الأزمات قد تتداخل مع أزمة ثانية لو جينا نحكي على الوضع السياسي أو أزمة سياسية تداعياتها وانعكساتها على جانب الاقتصادي في عندنا إخلاق في حصار في بطالة في كذا نحكي على الجانب الصحي في عندنا عدم توفر اللي هي المستلزمات والمستهلكات الطبية ما فيش عندنا تحويلات بالشكل المناسب حسب الوضع اللي موجود بدنا نيجي نحكي على اجتماعيا قديش أثرت طبيعة العلاقة ما بين أفراد العائلة الواحدة بسبب طبعا أنه يعني اختلافات فيه تنظيمات معينة هاي تعتبر من ضمن الأزمات اللي حسب هذا التصنيف يعتبر حسب نوع ومضمون الأزمة حسب النطاق الجغرافي طبعا مقصود فيه أنه استخدام المعيار الجغرافي يؤدي إلى ما يعرف بالأزمات المحلية أو قد تكون أزمات اللي هي عالمية يعني لما يجي بحكي على وباء بحكي على أنه زيادة عدد حالات معينة من مرض معين في منطقة جغرافية محددة في فلسطين مثلا في قطاع غزة ووجه الخصوص لكن لما أجي أحكي على جائحة زي جائحة كورونا اليوم إذن بحكي على أنه كثير من دول العالم نحكي اليوم على 181 دولة يعني النطاق الجغرافي إشماله امتد إلى ما بعد اللي هو جغرافية محددة أو مكان جغرافي محدد المعيار الرابع لتصنيف أنواع الأزمات حسب حجم الأزمة وهناك قد تكون الأزمة صغيرة أو محدودة النطاق داخل مؤسسة محددة من المؤسسات قد تكون متوسطة أو كبيرة وأثار هاي طبعا الأزمة قد يش ممكن يكون حسب طبيعتها يعني لو نجي نحكي تعطل أزمة المرور أثر على منطقة على شارع معين وعملة أزمة مرورية لكن لما أجي أحكي على حرب وأخذت كل قطاع غزة يجري بنحكي على آثار ممتدة كبيرة حجمها كبير وفي أضرار مادية وأضرار معنوية تصنيف الخامس حسب المدى الزمني لظهور الأزمة وفي منها نوعين في أزمة انفجارية سريعة وفي أزمة بطيئة طويلة الأمن أما الانفجارية السريعة إنها هاي بتحدث بشكل سريع وقد تختفي كمان بشكل سريع تعتمد على كفاءة الإدارة في التعامل مع الأزمة الجزء الثاني الأزمة البطيئة طويلة الأمن وهاي تظهر طبعا بالتدرج ويكون لها عدة إشارات إذا لم يستوعبها المسؤول والتعامل معها طبعا ستمتد الأزمة زي ما هي بتبدأ بالتدرج كمان هي بتنتهي بتدرج وبتاخد فترة طويلة من الزمن في كثير من الأحيان زي مثال حدوث اللي هي الوباء اللي صار في 2008 زيادة عدد حالات الحمى الشوكية في قطاع غزة هي ما بدت مرة واحدة المنحنة كان إشما لمتدرج ده حد ما وصل إلى دبل كيت تريبل كذا يعني بدأ يصير مضاعف الأعداد بعدين صارت ثلاث أضعاف بعدين أربع أضعاف فهي كانت متدرجة بشكل ولما رجع المنحنة ونسميه إحنا بالشيب بالعادة يعني بشكل الجرس بدأ يتراجع عدد الحالات وأخذت برضو فترة من الزمن ترجمة نانسي قنقر